تربوياً تحدثت وزيرة تربية الوطنية نوريا بن غبريت في حوار أجرته مع مجلة أرابيز الشهيرة عن الإصلاحة الأخيرة التي شملت القطاع بتركيزها على تجديد المناهج الدراسية والبرامج كما أشرت إلى أساليب التوظيف في القطاع والتي باتت تعتمد على اختبارات كتابية والشفوية بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات رقمية لضمان الشفافية وتكوين المفتشين لضمان المهنية في القطاع وفي ردها عن التجاوزات التي شهدتها امتحانات البكالوريا العام الماضي أكدت أن هذه السنة تم اتخاذ عدة تدابير تقنية وتنظيمية وكذا بداغوجية وأمنية كما ستشهد بكالوريا هذه السنة وضوح على مستوى المواضيع المنطقات لتتطرق أيضا إلى حملة التوعية بالعقوبات التي ستطال تلاميذ في حال الغش لتضيف في السياق حديثها أن برنامجها الوزاري يقترح ورقة طريق لإصلاح البكالوريا أفقى 2022